الحقيقة أنا سعيد جداً بهذه الفقرة اللي احنا بنتكلم فيها فقرة حق الصد لأنه تأكدت أن فقرة مهمة جداً خلال الفترة اللي فاتت ودايماً لما بنيجي نتكلم بنرد على ما يحدث ضد النادي الأهلي وللأسف أن هناك بعض الأصوات بتخرج وبنسمحها من أشخاص من المفترض أنهم كانوا نجوم وكان لهم كلمة تحترم وطبعاً ده كان في الماضي كانوا ليه بقول كانوا؟ لأنهم ومنذ فترة طويلة خرجوا عن المهنية وبدأوا يتكلموا وفقاً لمصالحهم وأهواءهم الشخصية وطالما بتتكلم وفقاً للمصالح والأهواء الشخصية يبقى أنت دائماً بتبحث عن التريند وأنا عندي مشكلة في هذا الأمر الحقيقة عندي مشكلة كبيرة أن أنا بكلم بخاطب ناس عندي ملايين أنا مش أنا بعض اللي بيطلع يتكلم بهذا الشكل عنده ملايين وده عنده ملايين كل الناس المتابعين لكرة القدم والأخبار كرة القدم والرياضة ملايين خلي بالك من الكلمة اللي بتقولها احنا عملين نقول احنا الفترة اللي فاتت كان عندنا مشاكل كثيرة جداً خاصة به بعض الأمور زي ما حضراتكم عارفينه وناس بتطلع تشتموا الكلام اللي حضراتكم كنتوا عارفينه الفترة اللي الحمد لله هذه الأمور انتهت واصبح كل الرياض أو كل البرامج الرياضية وكل إعلام الرياضي على قلب رجل واحد وهو الاحترام والأدب والأخلاق دافع عن نديك ولكن باحترام وأدب وأخلاق زي ما كله وسط ما كان يحدث خلال الفترة السابقة كنت داجت دايماً إعلام النادي الأهلي ماشي في خطته ماشي في طريقه ماشي بأسلوبه وبطريقته عشان كده أنا بقول لحضراتكم ان أنا عندي مشكلة كبيرة جداً جداً فيه مثل هؤلاء اللي هما لو تتذكروا لما كنا عاملين حالة أو قضية عن الإعلام الرياضي دخل معنا الأستاذ أحمد موسى وقال لي اللي حيتبقوا 7-8% 7-8% دول وجهة نظري بيكون لهم تأثير سلبي على البعض اللي بيتفرج عليهم يمكن خلال الساعات اللي فاتت خرج علينا واحد من 7-8% دول يقول لك إيه كولر جاي يتعلم الكرة في مصر وجهة نظري نوع مدرب قدير وعنده الكثير من الخبرات ده غير التتويج اللي عمله الموسم اللي فات خلي بالحضراتكم هذا الشخص حيفضل يقول هذا الكلام لغاية لما هو المدرب عمره ما حيفضل قاعد عندك طول عمره حيجي يوم ويمشي لو اليوم ده بعد 5 سنين أو 4 سنين أو 3 سنين هتلاقوا هذا الشخص طلع يقول لكو إيه شفته؟ أنا قلت لكم اسمعوا كلامي اللي أنا بقوله لكم الراجل ده كان جاي يتعلم الكرة في مصر على أساس أنه هو بيكلم عن صغيرة مثلا مدرب توجه الموسم الماضي بخمس بطولات في أول موسم له يتولى تدريب النادي الأهلي إذا كان محظوظ في الطولة محظوظ في اتنين لكن محظوظ في الخمس بطولات وإذا كان محظوظ هو بيكسب الزمالك الزمالك نادي كبير يعني وإذا كان محظوظ أنه هو بيكسب نادي الوداد إذا كان محظوظ أنه طيب بقيت الفرق الكبيرة اللي كسبها محظوظ فيها برضو طيب إذا كان محظوظ في هدف من الأهداف هدفين من الأهداف اللي بيجيبهم في كل مباراة أو الجمل اللي بتتعامل في كل مباراة فبقية الأهداف هو محظوظ فيها برضو كسب بيرامدز كسب الإسماعيلي كسب الأندية الكبيرة اللي لها اسم كبير كل ده هو جاي يتعلم الكرة في مصر أنا حقولها وحقولها بالبالدي هو مش جاي يتعلم لأ هو جاي يعلم على ناس كتيرة في مصر مع احترامي للجميع مع ناس زي اللي بيتكلم أنا ما ليش علاقة للمدربين كلهم على دماغي وأصدقائي وصحابي وإخواتي المعنى اللي أنا بقوله أنه بيكشف مثل هؤلاء هذا الرجل بيكشف ضعف وقدرات فنية عند اللي بيتكلم أن أنت بتعرفش تحلل أنت بتقول أنت ماشي عكس الطيار وخلاص إذا كان رجل أخطأ في مباراة مش بتكلم على مباراة مباراة على فكرة كل المدربين بتخطئ جواريديولا خسر نهائي دوري أبطال أوروبا لما عمل تغييرها مش مظبوطة واتغلب من تشيلسي على ما أتذكر والناس كلها ألامت جواريديولا هل ده معناها أن الجواريديولا مدرب وحش؟ لا طبعاً احنا عندنا مدير فني على أعلى مستوى عندنا مدير فني مش جاي يتعلم جاي يعلم عليكو على اللي زيك بطولة والتانية والتالتة والربعة والخمسة على فكرة الراجل ده لو ماشي دلوقتي هنقوله شكراً أنت جبت لنا خمس بطولات ولو ماشي كمان ثلاث سنين هقول لكم شوفت أنا قلت لكم الرجل ده هيتعلم عندنا مش ده اللي بيحصل وده اللي بيتقال ولكن كل جمهوري نادي الأهلي اللي بيتفرج على مثل هذه الفيديوهات ومثل هذه البرامج بيدحك على الكلام اللي أنت بتقوله يعني هيقعد يدحك عليكو على الكلام اللي أنت بتقوله خلاص أوكي قول تاني وتالت ورابع وحنرد عليك تاني وتالت ورابع لغاية لما تعرف أن الله حق لما المدرب يبقى وحش في ماتش أنا مش بتكلم على كولر ومباراة مبارح أنا بتكلم بشكل عام لما المدرب يبقى وحش في ماتش من حق كل الناس أنها تنتقد المدرب ولكن أن أنا أقول أنه مدرب ما عندوش فكرة يبقى صعب يبقى جواري ديولا ما عندوش فكرة يبقى مورينيو واحد من أفضل المدربين يبقى مدربين العالم كلهم ما عندهمش فكرة لأن كل مدربين العالم بتخطئ في بعض المباراة وبتخسر فرقها في بعض المباراة يبقى كل المدربين ما عندهمش فكرة إلا أنت طبعا أنت الوحيد اللي عندك فكرة في كل حاجة في الكلام وفي الدحك وفي الهزار وفي التدريب وفي الكرة وفي الطبيخ وفي كل حاجة مش في الكرة بس في كل حاجة لو قلت لك طيب كيفية عمل كوباية الشاي دي هتقول لي لا اللي عمل لك الشاي ده ممصطفى اللي عمله الشاي ده عمله لك وحش ما عندهاش فكرة عشان لمجرد أن أنت تبقى ماشي عكس الطيار الشاي ما بتعملش كده الشاي بتعمل كده مثلا يعني فما تنظروش لمثل هذه الأمور حضرتك قيم بنفسك قيم وشوف شوف إلي بيحصل عشان تقدر تقيم فاللي بقوله لحضرتكو أن يتخلي بالكم المثل هذه الأمور